عطر الأرض وعطر الورد ملح أبقى الجرح ينزف يتدفق من الشرايين وعطر فاح حتى زكما ألوف الطغاة فإن دم الشهيد إن سقط فإنه يسقط بيد الله هذا هو فهمنا لفلسفة الشهادة دون تعقيدات بالمعاني ومركبات بالمباني فالمعادلة أسهل من أن يفك رموزها أرضاب الكلام أيها السادة إنه لمن دواعي صرورنا وعظيم شرفنا وامتناننا أن نلتقي بكم على شرفكم في مهرجان بعنوان القدس عاصمة فلسطين الأبدية والذي يقام بلعاية حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على شرف القدس نلتقي على هذا الرحاب المقدس والطهر الذي لا يدنَّس فأهلاً وسهلاً بكم أهلاً وسهلاً بالقوى الوطنية والإسلامية أهلاً وسهلاً بكل من حضر حضوركم على القؤوس والمقل أهلاً لمن وصل قلوبنا هي المحل فيا فسيح المقعد شرفتمونا أحبتي والقلب فرحانٌ سعيد كنا نودُّ رقاءكم في قدسنا المجيد فشاء ربي أن نلتقي في حفرنا هذا المهيب وغداً نلتقي بإذن الله في القدس نبقى الآن ومع الوسط الإنشادية الأولى وفريق دوحة الإبداع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ندقي بإذن الله في القدس موسيقى 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 القدس مركز الصراع الكوني اليوم بين تمام الحق وبين تمام الباطن هل تعلمون يا سادة كوادر وقادة لماذا القدس مركز الصراع لأن التاريخ يشهد أن من حكم القدس حكم العالم فالقدس هي قبلة جهادنا هي عقيدتنا هي عموبتنا هي عاصمتنا هي لنا سماها لنا هواها لنا أرضها لنا تستصرخنا تنطق بنا تستنصرنا تستنهضنا تخاطبنا قادمون يا قدس قادمون نسيء وجوه بني صحيون قادمون يا قدس قادمون بالصرايا والكتائف بالجيوش والفيالق بالمصاحف والبنادق قادمون يا قدس فعيوننا ترنو إليك وقلوبنا تهفو عليك فسلام منا إليك نبقى الآن ومع كلمة القدس والدكتور نجيب عنان فليتفضل على بركة الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والذين أجاهدوا في دينا لنا أن يلنا منصبوا لنا وأن اللهنا مع المحسنين صدقوا الله عظيم الحمد لله لذين يتطلن السوال الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعاهم بإحسان إلى اليوم الدين ثم أما بعد من مدينة القدس المحتلة نرسل أهلنا وإخواتنا وعزواتنا في القطوع المحبيب بأسمائيات المحبة والوفاء والعقل يوما سلطرتم أسمائيات التطحي والفداء فاعة مشاركة هذه الأنما منكوبة بشتاته وصلتها إخواتنا الكرام نحن عندما نتكلم عن الكبس نتكلم عن ضمير الأنما الغاية نتكلم عن مقطة الصراع المركزية بين مطلق الحق ومطلق الباطل نتكلم عن حقيقة التاريخ وواقع المستقبل في مقابل التاريخ المحرف وواقع المزيف والمستقبل المشاور نتحدث عن مستقبل الدشاء وجمعات بمدالها ومقاومتها لمشروع تدكيئية واستعبادها من قبل بحضور السرط فلهذا كله ولغيره يجب أن نعتمد هذه المقدمة كأداء فهم وتحليل الواقع السرع القادمي في مدينة القدس كي لا أطيل عليكم وضع من أيديكم بعض الأحصائيات من العين الماضي كي يقرب على حضرات كمورة عن مشكل الأليم الذي تعيشه مدينة القدس المحتلة فقد بلغ عدد من دمس العام الماضي من الصوالين سبعتاشر ألف وأربع وسبعين سبيون حقا أما عدد الشهداء فقد بلغ اثنين وثلاثين شهيدة مطلق الله الظواهر وراضي عنهم في حين فقد بلغ عدد من تم اعتقالهم ألفين معتقل أما المنشآت التي هدمها الاحتلال فقد بلغ 221 منشآت هذا نأهيكم عن سيطاة بلدية الاحتلال على ما بالضغط 80% من المدارس العربية للمدينة الإخرى كرام الحديث عن وشهة احتلال ورصائل المدامن ويتور ويتور شقر وكلنا ثقة بأنكم تتابعون بعين الاهتمام والترقب لأخضر مدينة القدس ولكن الضيجة أمضى علينا إليكم بعد الحقاق المهمة التي ربما تخفى عليكم بحكم البرد الجغرافي وعدم معايشة الواقع مباشرة هنا بالمدينة وأريد أن نركز هنا على أربع نقاط مهمة ومفسرينة لكنها ليست كل شيء أولا الوضع القام بالمسجد الأقصى اليوم تعلمون بأن الأخطحنات اليومية للمسجد هي يومية وترتفع يوما بعد يوم وقد سببت لكم بعض الإحصاريات بعض الإحصاريات الخاصة بذلك بالعام الماضي وكما تتابعون بنشرات الأخبار فإن الأقتحامات تمر مرور الهرام ويتأن الله أضحى مسلما به ومقبولا وهو أخدم لكم جوابا مسبقا عن تساؤلاتكم ماذا عن الروباط بالمسجد الأقصى وإن المرابطين ومدافعين عنه بكل صراحة وأصفة فقد تم شبه القضاء على هذه الظاهرة ظاهرة بالمسجد الأقصى جراء العوام الكثيرة منها مثلا متاحة الاحتلال بالتعاون والتنسيق 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 مع جهات عربية وفلسطينية في الحل من ظاهرة الروباط بالمسجد الأقصى من خلال الإعدنات والإعتقادات والإبعادات التي طالت لمرورطين وبعض حموص المهمة بالمدينة وأيضا ندراك الاحتلال وطعف الغلوات الرسمية العربية والفلسطينية بالمضاربة والاهتمام بمدينة المدينة بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص هذا جراء حالة التشغل والأقصى والسطرة التنسيق الأممية التي فاقت بحالات كثيرة وكشاثورة ثانيا تهويل النظام التعليم بالمدينة تعنون علم اليقين المقدار الأهمية التي تلعبها المؤسسة التعليمية في أي مكان بزيادة المقدار الرعي والمتماء في الروس الأرجية المتلاحقة فما دمكم بأن ما سنشهد العام القادم بشكل أسفر كامل لكافة مدارس مدينة القدس وهذا يعني أن أجير القادم استحلم من تحليمهم المفاهيم سياسية واجتماعية وثقافية تستمد إلى الرواية السريونية بتغوية السراع وأريد أن أضع لديكم هنا بعضا من الحقائق الخاصة بموضوع التعليم بالمدينة وأترك لحضراتكم الحق عليها يبلغ عدد الطلب المقدسيين الذين يتلقون البنهاج الإسرائيلي خلال هذا العام 3500 طالب في حين تهد عددهم بعام 2013 13350 طالب تشهر فردية الاحتلال على نسبته 41 بالمئة من المدارس المدينة المدارس التي تتقاضى تنوي من الاحتلال تبلغ 40 بالمئة وأغلب هذه المدارس لديها القابلية للأسرار جراء قبولها لتمويل السريون البنك 19 بالمئة هي المدارس المتبطية وهي تتبع السلطة الوطنية الفلسطينية والأوقاف الإسلامية ولكن كم المصدى تقتصروا بهذه المدارس من القارة 13% أي أنها شرك مؤسسات تعليمية من وراء ثالثا تسريب العقارات بالمدينة لصالح الجمعيات الإسلامية تتابعون وبلا شك الأخضار شرك الدائمة عن تسريب العقارات بالبندة القديمة بالكبس المحتلة وبندة سلوان جنوب المسجد الأقصى تحديدا ترى هلأ وضعنا بعض التسابلات التاريخ؟ ما هو الدور الذي يقوم به النهائة من العاصر الأمنية المفرح على أجهزة السلطة؟ من مقائم مقابلات وعيق في الممع أو إفشال أو حتى كشف للصفقات التي أرطلوها هؤلاء السماسر أو ضعف النفوس؟ ما هو الدور للأوقاف الإسلامية التي تتبع البودة؟ والجهات الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية في محاسبة أو تضييق على هؤلاء المضردين لقدار التسريب ولا نريد أن نمجح تساولا هو الأهم برؤية القناة عن الخطة الشاملة من كافحة التسريب لأننا بكل بساطة لن نجد إجابة وأيضا الفصائل الوطنية والإسلامية وهو تساول مهم إسعيه المقدسيون أن يدوركم بفتح المتورطين وكشفهم ليتم بالحمد الأبنى مقاطعتهم وننزلهم الاجتماعيين سادسا التطبيع بالآمن الأخير كثت الجهات السوائرية وفلسطينية قادرة من نشاطاتها بالمدينة بهذا الظلم كان آخرها مؤتمر تطبيعيا بفندق الإنبساط وبالكبس المختلف عقدهم ما يسمى بالتحالف الفلسطيني الإسرائيلي للسلام وقد قام يومنا عدد من الشباب المقدسيين بإفشارك كما أفشلوا غيرهم قبل وأما قبل عدة أيام فقد شارك بعض الخارجين عن قلمنا وعن امتنائنا الوطنيين بحفل أقامه رئيس بردية الاحتجال من البركات منتعين تنثيلهم بسكان المدينة المقدسة ولتجار مدينة القدس وهنا تساع المهم هو يوجه لمحافظة القدس للغرفة الإجارية بمدينة القدس أين دوركم باستذكار مثل هذه اللقاءات؟ أين دوركم بتدرئة المقدسيين من المشاركة بها؟ وهنا أيضاً نبدأ من ذكر الدور الحقي الذي تقوم به مؤسسة الـ USA من فعاليات قطبيعية بخص المدرس الابتدائية بالمدينة كذلك بعض المؤسسات التابعة للـ NGOs التي تشارك سراً بغروبة بفعاليات تحت مسميات مثل جزور السلام وكسر الصمد هذا ينصر بسضع مقطع الحياة من القدس وما يواجهه المقدسيون من تحدياته فماذا نريد كمقدسيين وما هو المفروض منكم تخاتم أحبب به حديثي؟ أولاً المشكلة الأكثر أهمية التي توجهنا كمقدسيين هي غيال التمثيل الحقيق في المدينة فلنظر معجالة العدد اللي جانب المؤسسات التي تندعي القوانع على المدينة لأصابتنا حالاً من الهديان والشتاد فرغم قصتها في المسميات إنما على الأرض فلا أخرى لها ولا عين لهذا فقد بات من أولى الأولويات أي جهة كانت تحرص على مدينة القدس أن تعمل على إيجاد موجعية أو جهة التمثيل تأخذ على عادتها وضع مرمانج عمل مضائي تحافظ له على ما توقع لما داخل مدينة القدس ثانياً حفظ قوطة الوطنية الفلسطينية على إعادة حضور القدس في مؤسساتها والتعامل معها كمدينة فلسطينية مثلها مثل أي مدينة أخرى ولا نقول أكثر وعدم تسليمها لشخصيات اعتدارية وأنظمة عورية ترى بإقامة ولدية موحدة مع المحل الحملة الممبولة وترى بتقاسم نسجد الأقصى وقع المسلمة ثالثاً العمل على تغفير أو حفظ وسائل الإعلام المحلية الفلسطينية على تغيير فلسفتها التقليدية في التعاطي مع مدينة القدس فللنثال نتساءل أن التحقيقات الصحفية لكشف المؤسسات التطبيعية للمدينة وأن العمل على كشف مقدار تفريط الجهات العربية والمحلية للمدينة ولماذا هذا الاستكفاف المخصي بحال المدينة بشكل معه فلا أقل أن يعلم ويصل إلى مسامع أهلنا المخصين للقدس حقيقة ما يجري على الرأس فهذا أقل ما ينقر وأخيراً أخوة الكرام أشكر لكم وأشكر القائمين على هذا المهرجان متمنين لكم دوام البقاء على عهد الكبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الدكتور نجيب عنان فلقد بلغ وأبلغ حقاً دكتور نجيب قد أصبت ما قصب كما ونجد للترحيب بالأستاذ الدكتور إسماعيل روان هامةً وقامة أين الأمة اليوم مليارٌ ونصف أصبحوا كبثاءٍ بشطياً ومسرى نبيهم بيدٍ لص يُغتسم أنا أقسمتُ بالذي أنا أقسمتُ بالذي خلقَ البرية من عدم إن رضينا بسُفِّنا ورَكَلنا إلى النِّعم فإن خُضَ الخصم ماضياتٌ من القُدس للحرم حينها يندمُ الجميعُ يوم لا ينفعُ الندم نبقى الآن ومع الوسط للإنشادية الثانية فليتفضل الإخوة على بركة الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن أصوارها سيرفع العلم وسيكتب عن مجدنا القلم وسيزهر النصر من ألم نبقى الآن ومع كلمة الأستاذ الدكتور إسماعيل ربوان عن حركة المقارمة الإسلامية حماس فليتفضل على مركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الإخوة الأحباب رفقاء الدرب والمصير في قيادة حركة الجهاد الإسلامي كوادر قيادات عناصر الإخوة والأخوات الوجهاء همثلوا أنفصار أحييكم بتحية طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المجاهدون نقف اليوم في هذا المهرجان الذي تقيمه حركة الجهاد الإسلامي على أرض خانيونس الجهاد والمقاومة بعنوان القدس عاصمة فلسطين الأبدية نقف اليوم والقدس تتعرض لخطر والمسجد المقصى يتعرض للتهويد الممنهج والحفريات والمؤامرات الداخلية والخارجية الصهيونية والأمريكية والحديث عن ما يسمى بنقل السفارة الأمريكية من تل الربيع إلى القدس من الإدارة الأمريكية الجديدة ترامب الذي أعلن عداءاً واضحاً لأبناء شعبنا وأبناء أمتنا بعصريةٍ واضحة نقف اليوم إزاء هذه التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا وأهلنا هناك في انتفاضة القدس مستمرون على درب الجهاد والمقاومة يدافعون عن مقدسات الأمة عن أولى القبلتين وتاني المسجدين مصر النبي صلى الله عليه وسلم يقف أبناؤنا وأطفالنا وحرائر فلسطين وهم يدافعون بأجسادهم العارية وصدورهم العارية يدافعون عن كرامة الأمة باسمكم جميعاً من هنا من غزة العزة ومن خنيونس الجهاد والمقاومة ومن مهرجان القدس نوجه التحية كل التحية إلى أهلنا في القدس المحتلة وإلى أهلنا في الثمانية وأربعين وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي مخيمات النجوء والشتاء ونخص أهلنا هناك في القدس المرابطين والمرابطات الذين يدافعون عن كرامة الأمة ونوجه التحية كل التحية إلى شيخ القدس والأقصى الشيخ رائد صلاة الذي ما زال على درب العزة والمقاومة مدافعاً عن المسجد الأقصى نقف اليوم لنوجه رسالة إلى هذا المحتل إن إجراءاتك العنصرية وإن قتلك على الحواجز الأمنية لأطفالنا وزهراتنا وأمهاتنا وشبابنا لن يكسر المقاومة ولن يوقف مسيرة انتفاطة القدس إن هذه الإجراءات العدوانية والجرائم التي ترتكب بحق أقصانا وقدسنا وشعبنا هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حر يجب أن يحاسب عليها هذا المحتل إن هذه الجرائم لن تمر دون حساب ولن تكسر شوكة المقاومة وستستمر انتفاطة القدس بإذن الله تعالى ونقول لأهلنا المنتفضين تحية لدمائكم الزكية تحية لأرواحكم تحية لأطفالنا ولزائنا وشيوخنا وشبابنا وتحية لكل من قدف حجرا أو ضرب سكينا أو دعس ودهس صهيونيا أو فجر نفسه بالصهاينة وهو يدافع عن مسجدنا وأقصانا وهو يدافع عن شعار الله أكبر الله أكبر الذي حاول الاحتلال أن يمنعه فوجدنا أهلنا وشعبنا والمرابطين والمرابطات يواجهون المحتل بصدورهم العارية تحية لكم يا أهلنا ونقول مزيدا من تصعيد الانتفاضة انتفاضة القدس حتى نحرر أقصانا وأسرانا بإذن الله تعالى ورسالة للسلطة الفلسطينية وهي تعتقل كوادرة وقياداء من الجهاد ومن حماس ومن المقاومة نقول إننا نستنكر هذه الاعتقالات للمجاهدين والمجاهداء في الطفة الغربية يستنكر الاعتقال السياسي وضرورة أن توقف السلطة الفلسطينية هذا المسلسل من الاعتقال وأن توقف التنسيق الأمني وأن تكون الأجهزة الأمنية حامية لانتفاضة القدس حامية لشعبها لا أن تكون منسقة أمنية مع الاحتلال وانوجه رسالة كذلك لأبناء شعبنا وللفصائل الوطنية والإسلامية تعالوا إلى كلمة سواء حتى نتوافق على استراتيجية وطنية طائمة على أساس الحفاظ والحماية حماية التوابط وعلى أساس خيار المقاومة أما الإدارة الأمريكية التي تعزم وتحرض على نقل السفارة الأمريكية من تل الربيع إلى القدس فإننا لا نفرِّط بين تل الربيع ولا بين القدس ولا بين المجدل ولا بين حيفا ويافا وعسقلان وغزة فكلها أرضنا فالأرض أرضنا والأقصى أقصانا والأرض لنا والمسجد لنا وأنتم ستذولون عن أرضنا بإذن الله تعالى وإننا نعتبر هذه المحاولة من الإدارة الأمريكية تمثل استفزازاً لمشاعر شعبنا وأمتنا وتمثل تصعيداً خطيراً في المنطقة الإدارة الأمريكية تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الأحداث وعن هذه الجرائم لما تقوم به من دعم غير محدود لهذا المحتل ومن هنا نقول لأمتنا العربية والإسلامية أهل الأوان أن تعرفوا أن الخطر الحقيقي إنما هو الإحتلال فلا تطبيع ولا علاقات ولا اتصالات الإحتلال هو العدو الحقيقي لأمتنا ولشعوبنا العربية والإسلامية وآل الأوان أن تتوقف النزاعات على الأراضي العربية التي تدار بالوكالة لنتوحد جميعاً لمواجهة المحتل هنا المعركة الحقيقية هنا أرض فلسطين هنا الأقصى هنا المزرى هنا القبلة الأولى هنا ثاني المسجدين هنا المعركة الحقيقية مع الإحتلال ولن يهدأ لنا مال حتى نحرر أقصانا وأسرانا بإذن الله تعالى ونقول كذلك للسلطة ولحكومة التوافق التي دعت اليوم إلى الانتخابات المحلية إن هذا القرار باطل وخارج عن الإجماع الوطني ومخالف للتوافق الفلسطيني وإن أي انتخابات يجب أن تتم بعد المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية وكل ما سوى ذلك فإنكم انقلبتم على الانتخابات والتوافقات ووثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها الجميع تلك الوثيقة التي نظمت العلاقات ومن هنا نقول كفاكم انقساما وتوريثا للانقسام الفلسطيني فنحن بحاجة إلى وحدة الموقف وتوحيد شعبنا لنجابها المحتل بصف موحد بإذن الله جزاكم الله خيرا يا إخواننا يا أحبابنا في الجهاد الإسلامي لنقول نحن وإياكم حماس والجهاد القسام والسرايا والمقاومة رجالنا نساؤنا أرواحنا دماؤنا فتاك يا أقصانا ومعا وسويا حتى نصدي بالمسجد الأقصى جميعا بإذن الله تعالى ليكون القدس وتكون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله الدكتور إسماعيل بلوان خير الجزاء فحديثه يُشكر ويُشهر ويُذكر ولا يُنكر أيها الأخوة الأفاضل أمَّ بلا فلسطين هي أمَّ بلا قلب فما خشيها إترامب فأعلن القدس عاصمة للكيان وأعلن الحرب على الإسلام إِنِّي إِنِّي تَذَكَّرْتُ وَالذِّكْرَى مُؤْرِقَةٌ مَجْدًا تَرِيدًا بأيدينا أضعناه أنَّ اتَّجَهْتَ إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصاً جناحاً ويح العُروبة كان الأرض مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه كم صرفتنا يدٌ كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه مصر والهة ليبيا والهة اليمن والهة سوريا والهة الأمة والهة والقنس حزينة تبكي بمدمع ونياح نبقى الآن ومع الوصلة لإنشانية فليتفضل الإخوة على مركة الله موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة